الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نشرح متن الأصول الثلاثة بإذن الله تعالى لكن قبل أن نبدأ نسأل عن أسئلة خمسة أولاً للماذا ندروس التوحيد حق الله العبير خلقنا لنوحد الله لا يقب الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد ولا أدخل جنن للموحد تكثير الحسنات تكفير السيئات دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ثم قد يسألك سائل هل أنت موحد؟ هذا يبون رسلالي عرم وننڈرتتل أرواً كيشتكلا نيو أرواً كيشتكلا تقول نعم أنا موحد ني أنبذل سولة ويندو مندال آمنا نور أغواً كيشتكلا يقول لك ما هو التوحيد أبوذاء وننڈرتتل أغواً كيشتكلا إذا كنت لا تعرف التوحيد هذا معناه أنك كاذب في قولك أنك موحد أغواً كيشتكلا أغواً كيشتكلا ثم قد يسألك يقول هل أنت موشرك؟ تقول أعوذ بالله أنا لست موشرك إذا عرفت الشرك هذا معناه أنك بإذن الله بعون الله سبحانه وتعالى تشتنيب الشرك وإذا كنت لا تعرف الشرك لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري فلا بودد من تحقیق التوحيد تخلیص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي والله أعلم أنا 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 أنا